السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اتمنى من الله ان الجميع يكون بخير وحب قدم تحياتي وسكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صابق عذاب بسم الله وعلى بركة الله ومازلنا في رحلة البحث عن بيت فقفها طبعا يا جماعة انا مكلمة ناس كتير جدا من المصوقين ولما حد بيكون عنده حاجة بيرسلني اروح انا واولادي نشوفها دي فيلا موجودة في العرين حي الثروات رحت عشان اشوفها قلت اصورها معاكم ونشوفها سوا ويمكن برضو حد يكون بيدور على بيت زي حالاتي كده ويشوف المكان ده وربنا ايه يسر ويعرفه يعني بسم الله وعلى بركة الله طبعا دخلنا من الباب ودخلنا اول ما شفت المجلس كبير ودي مغاسل بسم الله ما شاء الله اساسي لازم اشوف فيه ميا ولا لا وهنا الله يكرمكم حمام حمام زي ما انتم شايفين كده حلو الديكوريشن ده حلو شكله حلو عجبني ما شاء الله الفيلا دي يا جماعة موجودة في العرين حي الثروات بسم الله ما شاء الله بادروم وثلاثة ادوار دلوقتي هنشوفها مع بعض واحدة واحدة ده طبعا الدوري الاول بعد شوية بننزل تحت للبادروم ونشوف موجود في ايه طبعا هنا زي ما انتم شايفين الغرف كبيرة جدا كل التفاصيل عن الفيلا هتكون مكتوبة في اول تعليق مسبت مساحتها موقعها البيع الشرق كل الحاجات دي هتكون موجودة في اول تعليق مسبت انا جبت التفاصيل بالزبط من المصوق بتاعها اللي هو ابو نوف ربنا يوفقوا يا رب اللهم امين يا رب العالمين علشان احطها الكل اللي يحب يشتري اللي يحب يتفرج بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين شفتوه هنا دي تقريبا الصالة انا عايز اشوف بتطل على ايه هنا بتطل برضو على الحوش فيها حوش كبير آآ دائري حوالين الفيلا كلها بسم الله ما شاء الله هنشوف الباقي دلوقتي بصراحة الغرف كبيرة جدا اللهم بارك الانارة بتاعتها بسم الله ما شاء الله مية كهرباء كل حاجة لها عداد بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين دي برضو مخسلة الستيل بتاعها حلو بصراحة هي تشطيب بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طب السعر السعر يا معبود السعر يا جماعة برضو انا هقوله لكم دلوقتي وبردو هكتبه في اول تعليق مسبت تحت الفيديو ده بسم الله ما شاء الله آآ زي ما انتم شايفين غرف كتير وحمامات كتير والمطبخ كبير بسم الله ما شاء الله هنا برضو فيه زي ما انتم شايفين كده آآ طبعا زي ما قلتلكو هي كلها آآ في حوش كل الفيلا بتطل على الحوش طبعا ده الدور الاول هننزل تحت بعد شوية اوريكم بسم الله هنا بس انا عايزة شوف في ايه موجود آآ هننزل تحت في البدروم اوريكم موجود في ايه آآ الفيلا دي يا جماعة بصراحة حلوة جدا وجميلة جدا بس هي بالنسبة لي مش هتناسبني ليه لان انا عايزة حاجة صغيرة دي كبيرة اللهم بارك عائلة كاملة تعيش فيها احنا بس يعني تلت تلت افراد او اربع اشخاص عايزين مكان صغير عن كده شوي هنا البدروم في حمام سباحة زي ما انتم شايفين آآ مسبح وفي غرف هنشوف الغرف بتاعته دلوقتي طبعا انا آآ شلت الصوت خالص لان صوت المية كان قوي جدا وحسيت ان هو هي آآ هيشوشر على الصوت بسم الله ماشاء الله دي غرفة كبيرة هنا برضو في حمام ماشاء الله الفيلا كلها يا جماعة كل دور فيها فيه فيه ماشاء الله اتنين حمام ممكن اكتر زي ما انتم شايفين حمام كبير ماشاء الله ده في البدروم في الدور الارضي اللي تحت خالص هو زي ما قلت لكم بدروم و 3 ادوار بسم الله ماشاء الله بما فيهم الصوتوح انا في اليوم ده شفت اكتر اكتر من مكان واكتر من موقع يوجد فيه فيلال للبيع وفيه برضو للاجار بس اللي انا شفته كله بصراحة للبيع ده حمام السباحة اللي هو المسبح زي ما قلت لكم موجود تحت في البدروم بسم الله ماشاء الله فيه غربة كبيرة اللهم بارك زي ما انتم شايفين ممكن الواحد يعمل منها غرف للرياضة او يستغلها كلها حلوة وتصميمها حلو وماشاء الله مساحة اللهم بارك احنا هنطلع فوق تاني هطلع من البدروم هنطلع للدور الاول ومن الدور الاول هنطلع للدور التاني زي ما انتم شايفين السلال الموجودة جوة الفيلا بسم الله ماشاء الله اللهم بارك وهنا احنا هنطلع على الدور التاني من الدور الاول للدور التاني بسم الله ماشاء الله زي ما انتم شايفين كده حلوة الانار اللي تحت دي السلال من تحت طبعا يا جماعة اجمل ما يميزها هي المساحة اللهم بارك مساحة بسم الله ماشاء الله زي ما انتم شايفين هنا اول حاجة حمام الله يكرمكم زي ما انتم شايفين كده ده حمام في مخسلة برضو وهنا الغرفة دي منها للحمام على طول ممكن تنفع غرفة نوم ده تقريبا كده المطبخ يعني واضح ان ده مطبخ مساحة ماشاء الله وفي هنا جنب المطبخ مكان بصوا ممكن نقول عليه مخزن ان احنا نحط فيه اغراض او كده حلو برضو حلو التصميم جميل جدا بصراحة خلونا نشوف الشباك بيطل على ايه الشباك بيطل على السطوح بسم الله ماشاء الله المكان للناس اللي هتسألني يا جماعة الفيلا دي موجودة في العرين الثروات حي الثروات بسم الله ماشاء الله تصميم فاخر جدا ممكن اللي عايز يشتري عن طريق البنك وممكن كاش كاش المبلغ بقى طبعا مليون وسبعمية وخمسين الف وقابل للتفاوت ده مش مبلغ نهائي قابل للتفاوت طبعا زي ما قلتلكم انا بدور على بيت فقبها وكتير كلمت ناس مسوقين ان انا بدور على بيت وكل اللي عنده بيت او شجة او فيلا بيجي بيرسلني بروح اشوفها انا واولادي طبعا الفيلا دي زي ما قلتلكم بسم الله ماشاء الله ثلاث ادوار مع البدروم البدروم فيه مسبح وفيه غرف وفيه حمام وبسم الله ماشاء الله طبعا احنا هنا في الدور التاني زي ما انتو شايفين الدور التاني تشتيب سوبر لوكس بسم الله ماشاء الله ده الحمام ده حمام موجود في الدور التاني فخامة بصراحة اللهم بارك ربنا يا رب يرزقنا ببيت اللهم امين يا رب العالمين وربنا ان شاء الله يسر الحال والاحوال ويكون لنا بيت في ابها ودي امنية من امنيات حياتي ان شاء الله هنا فيه مطلة حلو جدا فيه جلسة جميلة ممكن يعني يحط هنا بصوا عارفين انتو زي ريسيبشن كده جميل خالص وبيطل على الشارع بسم الله ماشاء الله وبرضو يا جماعة بالنسبة للمساحة مساحة الفيلا وسعرها ورقم المصوق وكل حاجة هتكون تحت الفيديو ده في اول تعليق مسبت زي ما قلتلكم انا بسم الله ماشاء الله يعني بروح اماكن كتيرة جدا في ابها بدور على بيت او فيلا صغيرة الفيلا دي جميلة وزي الفل وزي العسل بالنسبة لي انا انا عايزة حاجة صغيرة شوية هي كبيرة يعني مساحة اللهم بارك انا هحط المساحة وهحط كل حاجة خاصة بيها فاول تعليق مسبت تحت الفيديو ده للناس اللي حابة تشوف او حابة تستعلم عنها طبعا بسم الله ماشاء الله هنا المنظر برضو جميل شوفوا انا بحاول افتح الشباك ده يا جماعة الدور التاني الفيلا التلت ادوار وبدروم بسم الله ماشاء الله والبدروم في مسبح او حمام سباحة شوفتوا المكان اللهم بارك تحفى حي العرين حي العرين من الاحياء الجميلة جدا والاحياء الهادية جدا بسم الله ماشاء الله انا هحط لكم رقم المسوق ابو نوف للي يحب يتواصل معاه او يسأل عنده شجج عنده فيلل عنده هنا وفي جدة الله يبارك له يا رب اللهم امين طبعا زي ما انتو شايفين الغرف مساحات شاسعة بسم الله ماشاء الله والسلم بيتوسط الفيلا بتطلعوا منه للدور التاني والدور التالت وبتنزلوا منه للبدروم اللي فيه المسبح او حمام السباحة وده حمام تاني بسم الله ماشاء الله انا صراحة انا عجبني التصميم جدا تصميم المغاس الجميل ربنا يبارك يا رب اللهم امين وارزقنا ببيت عاجلا غيره ااجل اللهم امين يا رب زي ما قلتلكم قبل كده انا الحمد لله رب العالمين باكتهد وبسعى باستمرار ان انا ابحث عن بيت فابهى وعندي حسن ظن في الله ان ربنا بيوفقني باذن الله العظيم طبعا ده باب خلونا نشوف في ايه هنا في هنا السطح ده الدور التالت احنا طلعناه ده يا جماعة السطح السطح مساحة بسم الله ماشاء الله وفي انارة زي ما انتو شايفين كده ممكن الناس تعمل فيه جلسة اللي عايز يعمل فيه حاجة يعود فيها بسم الله ماشاء الله والاجواء في ابها صف وشتا اللهم بارك مش محتاجة كلام بسم الله ماشاء الله الفيلة الجديدة محد السكانها خالص لسه يدوب خلصانة من شهر واحد المكان فين المكان يا جماعة حي العرين الثروات حي العرين الثروات معروف الناس اللي في ابها عرفاء مقابل حي الهيام بسم الله ماشاء الله اللهم بارك طبعا ده السطح انا فتحته لكم ده يا جماعة الدور التالت في غرف وفي سطح بسم الله ماشاء الله وفي حمام وفي مطبخ صغير بسم الله ماشاء الله هنا انا نزلة من الدور التالت للدور التاني اللهم بارك بسم الله ماشاء الله زي ما قلتلكو انا باستمرار ببحث مع المسوقين عن بيت فقبها عايزة فيلا صغيرة في حدود يعني 700 ألف 800 ألف متى تعداش هالمبلغ انا مش عايزة حاجة كبيرة يعني لو خمس غرف وحمام او حمامين ومضخ وحوش فضلوا نعمة من الله انا موافقة معنديش اي مانع وبرضو اللي يعرف فيلا الفقبها واسعارها كويسة وفي مكان مناسب يقول لي في التعليقات الله يجزاكم خير يا رب زي ما انتو شايفين كده انا نازلة هنا من على السلالم طبعا للدوري الاول اللي طلعت منه الدوري الاول تحته بدروم البدروم فيه مسبح وفيه غرف وفيه حمام وفيه مطبخ بسم الله ما شاء الله كل التفاصيل يا جماعة عن الفيلا دي موجودة في اول تعليق مسبت تحت الفيديو ده مع رقم المسوق ابو نوف بسم الله ماشاء الله اللهم بارك والناس اللي تتصل عليه يعني تكون عايزة تستفسر عن بيت هو عنده شجج للتمليك في حي الهيام وعنده برضو فلال في حي الهيام وعنده فلال في حي العرين وعنده فلال في جدة الله يرزقه يا رب اللهم امين يا رب العالمين بسم الله ما شاء الله ده الدور الاول زي ما قلت لكم بسم الله ما شاء الله هنا خلاص فيه طبعا الفيلا فيها حوش كبير بيلف حولين الفيلا كلها آآ لها بوابة فيه مدخل للسيارة فيه مدخل عادي آآ مدخل الافراد ومدخل للسيارة المكان هادي جدا المكان اكثر من رائع بسم الله ما شاء الله البيع عن طريق البنك وعن طريق الكاش ما فيش عندهم استبدال يعني نديك مكان وتدينا فيلا ما عندهمش النظام ده هم عندهم كاش ده الحوش اهو مدخل السيارة بسم الله ما شاء الله بوابة الكترونية اللهم بارك آآ آآ عداد للمية عداد للقهربة كل حاجة تمام التمام ودي الفيلا زي ما قلت لكم الثلاث ادوار وبادروم ربنا يا رب يرزقنا وإن شاء الله يسر ويكون لنا بيت فأفهم انا لسه بروح اماكن كتير ولسه بدور في اماكن كتير وإن شاء الله بإذن الله حصن ظني في الله آآ بيقول ان احنا هنلاقي بيت إن شاء الله بإذن الله وهنتوفق بصوا ده المنظر من برة في احواط كده جميلة فيها ريحان وفيها نعناع اللهم بارك رحتها تحفة وفيها بعض الورود وده العداد بتاع المية هو خاص بالفيلا بسم الله ماشاء الله البيع فيه عن طريق البنك وفيه كاش وزي ما قلت لكم المبلغ المطلوب فيها مليون وسبعمية وخمسين الف ريال قابل للتفاول خلي بالكم دي الفيلا منبرة بسم الله ماشاء الله حي العرين الثروات اللهم بارك زي ما قلت لكم يا جماعة انا بحط لكم رقم المسوق ابو نوف تحت الفيديو ده في اول تعليق مسبت وكل التفاصيل عن الفيلا والعنوان والمكان بالزبط ربنا يا ربي يسر يسر الحال والاحوال ونتوفق ان شاء الله ونلاقي البيت اللي احنا بندور عليه بالسعر برضو المناسب وليس على الله صعب وحسن ظني في الله بيقول ان احنا بنلاقيه ان شاء الله بإذن الله العظيم